اللهم صل على سيدنا محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار مربوطة كلها مع بعضها من خلال ما يسمى بالسيستم بس الآن في هذه السلايد أنا بدي أشرح لك شو هي أجزاء البس سيستم بالمايكرو كوبيوتر سيستم البس سيستم أول جزء من البس سيستم يسمى بالأدريس بس هاي عندي مايكرو كوبيوتر سيستم كلها معتوه مكون من مايكرو بروسسور والدبايس اللي حكيت لك عنها باستوى عن 8085 مايكرو بروسسور في 8085 مايكرو بروسسور في عندي أدريس بس اللي هو عبارة عن 16 لائنز واصل ما بين المايكرو بروسسور وما بين أجزاء المايكرو كوبيوتر المختلفة شو هذا السيستم بس من مواصفاته؟ إنه يوني دايركشنر اتجاهه هو من المايكرو بروسسور باتجاه الميموري وباتجاه الامور والدبايس إيش يعني لما يكون عندي على المايكرو بروسسور 16 لائن؟ معنى الكلام هذا إنه المايكرو بروسسور كان أدريس كان أدريس 2 to the power 16 2 to the power 16 أدريس lines هذا 2 to the power 16 اللي هي عبارة عن 1536 أدريس هذا يسمى الأدريس سبيس فالأدريس سبيس هو مجموع الأدريس اللي المايكرو بروسسور تقدر تميلها أدريس مثلا لو كان الأدريس بس عليه 2 لائن فقط إذا كم أدريس أنا بقدر عمل أدريسي؟ 2 للقوة 2 وهو 4 أدريس إحنا في الحالي هاي في عندي 16 أدريس lines اللي هنا من A0 لغاية A15 معناته أنا ممكن يكون عندي مجموع الأدريس سواء في الميموري أو الإنبوت أو الأدبوت بيكون 2 للقوة 16 اللي هي خمس ستين ألف وخمسمية وستة ثلاثين دفرنت أدريس في علم الديجتال كل ألف وأربعة وعشرين أدريس يسمى 1K فالخمس ستين ألف هي عبارة عن 64K فمنقول إنه 8085 كمايكرو بروسسسر الأدريس سبيس تباحها هو 64K طيب هذا هو الجزء الأول من السيستم بس الجزء الثاني من السيستم بس يسمى الداتا بس اللي هو بننقل عليه الداتا ما بين الميت بروسسر وما بين الميموري وما بين الانبوت وما بين الانبوت في الحالة اللي احنا شايفينها هون الداتا لائز عددهم ثمانية من دي زيرو لدي سبن فبقول إنه الورد سايز لهذا السيستم أو الورد سايز لهذا الميت بروسسر هو 8 بيت اللي هي 1 باي طبعا الداتا باس شو ما له باي ديركشنر ليش؟ لأنه أنا ما تقول معلومات من الميت بروسسسر للميموري أو للآتوت أو باقل معلومات من الميموري أو الانبوت ديفايس من كل هذا الميت بروسسر فالداتا تنتقل باي ديركشنالي على هذا الجزء من الباس سيستم أما الجزء الثالث من الباس سيستم هو الكنترول باس الكنترول باس يوني ديركشنال أيضا لأنه الكنترول دائمًا بتم من خلال الميكرو بروسسر نفسها وهاي بتشمل مجموعة من الكنترول لائنز زي ما راح نشوف لاحقا الريد كنترول لائن والريد كنترول لائن كامتداء عليها اوكي إذن هون فرجعتك شوه ان الباس سيستم كوني ثلاثة أجزاء الادرس باس داتا باس كنترول باس وحكيت لك انه في شيء اسم الادرس للميكرو بروسسر اللي هو عدد الادرس لائنز اوكي يحدد بواسطة عدد الادرس لائنز وفيان دي شيء اسم الوضع للميكرو بروسسر تحدد بواسطة عدد الادرس لائنز الميكرو بروسسر هاي اللي هي الادرس لائنز بقول عنها اوكي 16x8 ميكرو بروسسر شو يعني 16 هون شو هي عدد الادرس لائنز وال8 هون ش هي عدد الادرس لائنز فهكذا تصنف الميكرو بروسسر